الآن أتحدث كواحد من الناس من المغاربة قلت لن أتناول التمر الجزائري مهما كان سليماً مهما كان لذيذاً مهما كيفما كان لن أتناوله لن نستعمل التمر الجزائري من حيث أننا ندخل ذلك في الحرب الاقتصادية فكما نحن الآن في خضم حرب تيكتوكية يوتوبرية يعني فيسبوكية قل ما شئت هذه الحرب الإعلامية على هذه المنصات الإلكترونية هذه الحرب السلام عليكم أزليكم يا جماعة عامليني أخباركم يا رب تكونوا بخير وعلى خير الحقيقة أن أنا في بداية كل فيديو لازم علي أن أنا أشكر كل واحد فيكم كتب لك المحلوة في تعليق أو عمل لي لايك على فيديو أو شاف لي فيديو أو دعم قناة الأجاب مش لها أي كلام أقوله أعبر به عن مدى ساعدتي ومدى فرحي ومدى اعتزازي بكل شعب الجزائري العظيم والحاجة جماعة أني ما ما نحن نتكلم عن الجزائر مش أنا وفيها كلام ولا نخلص وجزائر يا جماعة دولة عظيمة وكبيرة مش بكلامي ولا كلام غيري الجزائر دي تاريخ وتفضل طول عمرها تاريخ وتفضل طول عمرها بلد مشرفة لكل العرب وكل بالتمرة معظم المسلمين يبدأون إفطارهم في رمضان بتناول بضعة تمرات تمرات تمور تختلف أنواع التمور التي تنتجها البلاد العربية هي كثيرة متنوعة طبيعي لكن المختلف اليوم دخول التمر على خط الشد والجذب بين المغرب والجزائر فقد تحدث الداعي المغربي محمد الفزازي عن التمر في عدة لقاءات له وفي هذا اللقاء يرد الفزازي على تهمات سابقة له بأنه أصدر فتوى ما فادها أن الذي يفطر على التمر الجزائري فصيامه باطل هو نفأ للتهمات وقال أنه تحدث عن عدم جواز أكل التمر الجزائري إذا كان موبوءا كأي تمر آخر وقال أنه رأى في أحد البرامج الوسائقية أن التمر الجزائري كان موبوءا في فترة ما وهذا ما اضطر بعض البلاد لإعادته للجزائر كما يقول ويشرح أنه من هنا جاءت هذه الفتوى وفي لقاء مؤخرا مع قناة شداء تلفزيونية قال أنه لو خير بين التمر من نيتنياهو وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والتمر من شنقريحة وهو رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري فإنه سيختار تمر نيتنياهو هكذا قال إذا جبت لي تمر نيتنياهو والتمر ديال شنقريحة هذي نشرية تمر ديال نيتنياهو وهذه الفتوى هذي مش هذي الفتوى مش فتوى هذي التصرف مني قائم على الشرع مش قائم على الهوى كيفاش درسل نيتنياهو لم يفعل فيه ولا في شعبي ولا في المملكة من السوء والشر مثل ما فعله شنقريحة بالعودة لتشجيل سابق له للفزازي قال الداعية أنه لن يستسيق أكل التمر الجزائري ولا شراء أي من المنتجات الجزائرية الأخرى على الإطلاق لكن ما السبب بالضبط؟ أنا كفرض أن أتحدث كواحد من الناس من المغاربة قلت لن أتناول التمر الجزائري مهما كان سليما مهما كان لذيذا مهما كيفما كان لن أتناوله لن نستعمل التمر الجزائري من حيث أننا ندخل ذلك في الحرب الاقتصادية فكما نحن الآن في خضم حرب تيكتوكية يوتوبرية يعني فيسبوكية قل ما شئت هذه الحرب الإعلامية على هذه المنصات الإلكترونية هذه الحرب يقول حرب حرب اقتصادية بين البلدين لكن لماذا خصى سعيد شنقريحة شنقريحة هو رئيس أركان الجيش وينظر إليه بأنه الرجل الأكثر عداء للمغرب ضمن قادة الجيش كما أنه خدم لسنوات في الجابة الغربية التي يوجد بها الجيش الثاني والثالث أي المنطقتين العسكريتين المحاذيتين لا الحدود المغربية وفي المقارنة قال إن بلاده لم تلقى أي أذى من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو وهو يعني بذلك إسرائيل بشكل عام تغريدات كثيرة هذه التصريحات أثارت ردودة فعل واسعة على مواقع التواصل صاحب حساب هنا بناسا مثلا تمر الجزائر لذيذ جميل طيب تماما مثل أهلها تحيا الجزائر وتمر الجزائر وشعب الجزائر لأي يقول هنا في هذه التغريدة الصراحة كلام الشيخ معقول وطريقته في الإقناع سلسة وقريبة للفهم صاحب حساب اسمه طبع إركع مبلع والله العظيم في هذه اللحظة نكتب بالتعليق ونأكل تمور الجزائر جزائر دقلة نور أفضل تمور في العالم بلا مجاملة الفزازي الداعية حضر له ملك المغرب خطبة الجمعة في أحد مساجد مديدنطنجة وهو أحد أشهر وجوه السلفية في المغرب حكم عليه في قانون ما يسمى بالإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء في العام 2003 قضى تسع سنوات من أصل ثلاثين عاما في السجن وخرج بعفو ملكي في العام 2011 بالعودة للحديث عن التمور مهم القول هنا إن الجزائر تحتل المرتبة السابعة بين أكبر منتج التمور على مستوى العالم وتعتبر من أكبر مصدر تمور دقلة نور وهي ذات جودة عالية إسرائيل تصدر هي الأخرى التمور ويشتهر لديها التامر المجهول الذي يسمى المتجول أيضا وهذه قضية التمور المصدرة من إسرائيل كانت محل جدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث تأتي أغلب التمور الإسرائيلية من مستوطنات غور الأردن المحتل ترجمة نانسي قنقر وليس لديها كلام أقوله أوصب به ساعت وفرحتي ببلد عظيمة زي الجزائر أنا بجد ممتن لكل واحد جزائري وبشكر كل واحد جزائري ودايما فخور بكل واحد جزائري أنا في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم لأول مرة تشوفوني ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبيوا تعليه محفز يشجعني سلام عليكم